من خلال هذه النقطة تحديداً قلت في المقدمة أنه مقالك عن اتفاق السلام أو تعليقك على اتفاق السلام الذي أبرم بين الإمارات وإسرائيل وبين البحرين وإسرائيل قلت أنه خلى الشعوب جربنا كل شيء خلى ربما الحل سيكون عند الشعوب واليوم نعرف أن هناك ترسيم حدود بين ترسيم حدود بحرية بين إسرائيل ولبنان هل تعتقد أن الاتفاقات السلام في المنطقة ستكمل المسيرة في دول الخليج بين دول الخليج وإسرائيل هل تتوقع أن الكويت يوقع مثلا اتفاق سلام مع إسرائيل خلينا نتكلم بشكل عام أنا أتصور أن السياسات الأمريكية لا تتغير بمقدار 180 درجة عندما يأتي حزب مقارنة بالحزب الذي سبقه بالتالي التغيير هو عادة بالشكل وليس بالمضمون وبمقدار يمكن 20 أو 30 درجة ومن ثم إذا تفهمنا هذه الحقيقة نفهم كذلك ماذا حدث بالحكمة الأربع سنوات الماضية رغم أن الحزب الجمهوري والرئيس ترامب تكلم بكلام شديد اتجاه تدخلات الدول الإقليمية والأحزاب التابعة لها بالداخل العربي وبداخل الدول العربية كما يحدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وفلسطين على أن الواقع يظهر أن هذا التمدد وهذا التدخل لم يقف على الإطلاق بل تمدد بشكل أكثر دولة دولة وحالة حالة وبالتالي الوجه الآخر للعملة كذلك حتى في سياسة السلام في المنطقة هذه السياسة هي سياسة أمريكية بأكثر منها سياسة يعني ينفرد بها الرئيس ترامب وبالتالي سنشهدها كذلك مع قدوم الإدارة الجديدة يبقى كيفية الاستفادة من عملية السلام والإيمان بأن البديل للسلام هو الحرب وقد جربت المنطقة عبر ستين أو سبعين عام الحروب الحرب تلو الأخرى حروب مع دولنا أو مع بعضنا البعض أو احتلال بعضنا البعض أو مع الدول الكبرى ثم حروب داخلية أي حروب أهلية جربنا هذا الخيار بشكل يعني واضح أو ضح من الشمس في رابعة النهار وخسرنا كثيرا منه وبالتالي ما الضير هذه المرة من تجربة السلام ثم نحن لا نتكلم عن سلام بارد لا مع الدولة ألف ولا باء ولا جيم ولا دال من الدول الإقليمية نحن نتكلم بهجمة سلام يعني تشجعها وتدعمها الولايات المتحدة والدول المؤثرة والاتحاد الأوروبي وغيرها بحيث نقير الخارطة السرقاء التي دمرت المنطقة المنطقة تعاني من سبعين سنة من حروب اليوم وصلت بعض دولنا إلى المجاعات ومنها لبنان اللي ما جاعت بالحرب الأهلية أصبحت تجوع الآن العراق كذلك اليمن كل هذه الدول فبالتالي عندما ندعو إلى قرار استراتيجي عربي بالسلام أعتقد هذا قرار أولا يتماشى مع الأنظمة الدولية ما خلقت الأمم المتحدة إلا لترسخ السلم والأمن الدوليين وبالتالي لماذا نخرج عن هذا الإجماع بالعالم ثم أن كل إشكالات العالم المشابهة قد حلت ومنها جنوب أفريقيا حلت بالسلام ومن ثم علينا أن ندعم السلام كخيار استراتيجي وبعد السلام عملية التفاهم مع شعوب المنطقة للحد من التوجهات المتشددة فيها اليوم نرى الدول الإقليمية التي تحيط بنا تتجه بانحراف شديد نحو التشدد ترجمة نانسي قنقر